حياة صعبة للمسنين في العراق حيث الإهمال الحكومي لم يترك طفلا أو امرأة أو مسنا إلا وكان له نصيب من هذا الإهمال محافظة الديوانية لم يسلم مسنوها إذ لا حقوق لهم تغنيهم عن العمل في الأسواق والشوارع لإعالة ذويهم عمي بالنسبة أنا رجال عند ضغط الله وكلك وحسوي بالكلة ويطلن ألف ونص يوم ألف ونص يوم ألف ونص يوم ألفين كيك حكومة حرامية سلابة كلها كفي لك الله شلع قلع لا تخاف الله لا تقول هاي ألف ونص وأنا ودي ألف ونص هاني سبع نفرات عندي وأنا وديها يجبر هؤلاء المسنون على العمل في الأسواق طلبا للرزق منهم من بلغ الستين وأكثر ويجر عربته هذه باحثا عن رزقه وسط السوق وهذه المرأة التي لم يبقى لها معيل اضطرت إلى الجلوس وسط الشارع لكسب ما يسد رمقها ابن شهي صار لخمص ساعة سنة قطع ورات بماطعوني يقولوا له ما لحقوق شامنين بعد قاعدة بيعلبها جلات ومكناسة وعيش فيها ولا كتقاعد ولا دعيم من الدولة فمضطرين نشتغل بهذه الشغلة حتى نعيشها وأنه وكشفت تقارير عالمية أن عمالة كبار السن في العراق قد ارتفعت بنسبة 95% عما كانت عليه قبل عام 2003 على الرغم من انتشار البطالة الشديدة ومنافسة كبار السن للشباب في قطاع العمل كبير السن عندما يخرج من الوظيفة هو غير قادر على أن يعمل عمل آخر ثانيا يخرج وهو محمل بالأمراض التي تحتاج أموال وتحتاج معالجة كبار السن في العراق لا تتوفر لهم أي برامج للرعاية الصحية أو الاجتماعية وكعادتها تمتنع الحكومات العراقية المتعاقبة عن الالتفات لهذه الشريحة بتخصيص نفقات تؤمن لهم حياة لائقة ترجمة نانسي قنقر